قطاع غزة إذن اليوم الثامن من القصف الإسرائيلي أكثر من 2200 شهيد والمستشفيات على شفاء كارثة هناك تحذيرات لعدد من مستشفيات القطاع بينها مستشفى كمال عدوان هذه التحذيرات طبعا ترد كما قلنا من المحتل الصهيون يتصل بالمستشفيات ويطلب منهم إخلاء المستشفى تصبر أنت تحت القصف ويأتي المحتل يطلب منك إخلاء المستشفى لماذا تخلي المستشفى؟ هذا المستشفى يعني يحظى برعاية من القوانين الدولية والسموية هذا مكان لي يعني في كل الحروب قوانين الحروب التي يعرفها العالم تحمي المرضى وتحمي المستشفيات وتحمي الأماكن التي يأوي إليها النازحون واللاجئون لكن هذا المحتل المجرم لا يحتلم شيئا من هذا حتى المستشفى يطلب منه الإخلاء كيف يتعامل العالم مع هذا الصلف والتطاول الإسرائيلي الحقيقة الذي بلغ مدايات غير مسبوقة أين يتج هؤلاء المرضى إذن؟ دعم شعبي واسع ضد العدوان الصهيوني المتواصل هذه المظاهرات برأيكم هل تقو على تغيير المواقف الغربية؟ نعم هي توص الرسائل المهمة لأهالي القطاع بأن هناك من يحس بآلامهم ومعاناتهم ومطالبهم أيضا لأن البعض يختصر دائما أيضا الوضع في غزة بأنه قصف وما إلى ذلك وانتهى الأمر لا هناك مطالب خلف هذه المعاناة